تواصل مصر جهودها للزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية وفتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقها من الجانب المصري مشهد لم يتغير أمام معبر رفح البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استفاف أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها مصر للأشقاء داخل قطاع غزة هذا الاستفاف يجسد معه سائق هذه الشاحنات ملحمة وطنية في الانتظار بالأيام حتى تدخل الشاحنات للتخفيف عن الأشقاء في غزة إلا أن إجراءات المراجعة والتدقيق داخل منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي تجعلهم ينتظرون لمدة طويلة حتى يتم دخولهم للمنفذين أنا دخلت النهاردة بساعة 8 ونص بالزبط كنت دوها في جلب كرم أبو سالم في الإسرائيلي يعني خد آخر خمس عربيات خد منهم ثلاثة وردعنا أنا وعربية تانية وقال لك إحنا كده كتفينا يعني على حسب مزاجه هو المعبر مفتوح وما فيش أي حرق خالص وأمرنا كلها تمام وبيدخل عجل ياما وشوية والمشكلة كلها عندهم هما في الإسرائيلي في السحبة في الإسرائيلي بالسفل اليوم شهد المعبر استفاف أعداد كبيرة من شاحنات المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية التي تستعد للدخول تباعا كما يترقب المعبر ووصول القافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدخولها لقطاع غزة وسط استمرار السائقين في مطالبة إسرائيل بتسهيل الإجراءات حتى تمكنهم من الدخول في أسرع وقت هنا بيعملوا اللي عليهم إنما صراحة الجانب الآخر هو اللي بعطل الناس هنا كما شاهد المعبر اليوم دخول عشرة شاحنات تابعة لمؤسسة حياة كريمة من المواد الغذائية والملابس والدقيق والمستلزمات الطبية والتي تأتي ضمن جهود المؤسسة في دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي محمود جميل التلفزيون المصري